نروح لنادي بلدية المحلة ورئيس النادي الأستاذ مصطفى الشامي مصطفى مساء الخير مساء خيرك سيفس إزاي حضرتك تحياتي ليك وكل سنة وحرك طيب وكل يا رب الأمة الإسلامية والشعب المصري بخير ويا رب سعادة إن شاء الله وانت بالصحة والسلامة انت وجمهور المحلة كله والحج محمود وكل الناس اللي موجودين ربنا يخلي حرك ربنا يخلي عبد الرؤوف عامل الأداء من وجهة نظري جيد حتى لو في بعض الأوقات النتائج غير جيدة مكمل معاك لنهاية الموسم بأكيد صح طيب بزبط بزبط إن شاء الله بإذن الله مكملين التجربة دي والطريق ده لحد نهاية الموسم إن شاء الله حسام أشرف راجع الزمالك في نهاية الموسم احنا العقد اللي بيننا وبيننا دي الزمالك اللي بشكرهم الحياة كمان على مرونتهم وقت التعاقد كان فيه يعني حرص كبير إنه يبقى فيه تعاون ويبقى فيه مرونة في التعامل فده ساعدنا وساعد اللعيبة وأكيد هيستفيد النادي من ده بعد كده فالعقد اللي بيننا إنه لأعرض نهاية الموسم إن شاء الله برضو يعني بعض الناس بتتكلمة مصطفى إن حسام اتظلم بشكل كبير اللي شفناه في المنتخب الأول ولا منتخب ألومبي وراجل مكسر الدنيا وهدف الدوري هكلمه على راجع بصراحة آه افتح قلبك فاض فاض وجهة نظر أنا أن المنتخب خسر وعدم وجود التماصل الأول ولا الأولمبي مبدأين الأولمبي لأنه شايف إنه كان يبقى فرصة كويسة جدا إنه المركز ده عندنا فيه دايما بنشتك إنه ما عندناش فراوضة في مصر حسام بيقدي موسم هايل فيه ثبات في المباريات في المستوى كبير جدا بدا غير إنه هو هدف الدوري كمان هو على المستوى الشخصية والعقلية حاجة محطرمة جدا وأنا دايما بقول له أحسام أنت يعني هتروح في حتة تانية بتاعت الكابتون تيف لو هستمرهد كده فخور إنه أنت أخدت لعب من نادي الزمالك وكت فاترينا بشكل كبير كده وقدمته بالشكل ده فخور إنه إنه رجعت نادي بلدية تاني بيروح من عنده لعيبة للمنتخبات الوطنية أحمد ربا سبحانه وتعالى إنه إحنا كلنا قدرين إنه إحنا نختار صحة ونوفر أجواء كويسة تقدر اللعيبة تطلع أحسن ما عندها فيه عندك بعض اللعيبة جاي لها عروض السنة دي؟ ما يعني لهذه الدولة أنا حركة عارفة أنا ببص في الآخر يعني بقى لي بالصفحة في الآخر في وقتها دلوقتي بقدري قوي إنه إحنا نبص في حاجة أو نتكلم في حاجة وده والله يعني اتفاق بيني وبين اللعيبة بعد ما اتقفل شباك يناير وإحنا نبت فيه مع بعض إنه إحنا مش نبط في أي حاجة إلا في نهاية الموسم وأحسن عرض هيجي لأي لعيب أنا بنفسي ده هكون بوصل اللعيب للمكان المناسب دي يعني في فور فرق معاك؟ فرق أكيد أي رعب أساسي أي رعب أساسي لو تصاب حتى وبعد بتفرق لكن أعتقد إنه إحنا قدرنا إنه إحنا على طول البديل يدخل في أجواء المتشاط والأداء لما كان بيبقى شكل كويس كانت بيبقى عندنا مشكلة لأنه اللي عندنا المشكلة اللي فرق هو في حاجات أو عوامل كتيرة جدا مش 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 أكيم يعني هو اللي فرق بشكل أساسي لكن كان ده لعندنا حاجات تانية هي اللي خلت فيه تراجع في المستوى إن شاء الله بإذن الله السنة الجافر يتم المحلة إن شاء الله دي أحلى حاجة يعني إن شاء الله بإذن الله تتم على خير ونكون إحنا الاثنين في الدورة الممتاز إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ومباراة بيرامد هتلعبوها فين؟ لسه أنا طبعا غز المحلة طبعا الإستاذ دخل في مرحلة تطوير وإصلاحات طبعا مستعدان للدورة الممتاز بشكرهم الحقيقة على الفترة اللي فاتت في التعاقد وبإذن الله يعني إن شاء الله في خلال أيام اللي يكون استقررنا على بداية ونبدأ بنتصود عليها إن شاء الله عايز أقولك إن تجربتك في المحلة تجربة كبيرة وتجربة رائعة إنك بالميزانية دي قادر تعمل ده في ظروف صعبة جدا يتحسب لك كأصغر رئيس نادي وكرجل بتفكر بشكل جيد وكمان إن شاء الله لما النتائج تتحسن بشكل جبير تتقدم ناشيين عندك أنا عارف إن عندك مجموعة ناشيين كويسة فتمشي الأمور إن شاء الله تبقى التجربة كاملة مكتملة يعني اكتملت إن شاء الله ولكن الحقيقة أدائك أدائك في نادي المحلة بشكل عام بحقيق عليه ربنا يا خليفة يا بصف دي شهادة كبيرة جدا جدا يعني من حضرتك بشكرك طبعا ويا رب يعني تكمل إن شاء الله بإذن الله الناس لو راحوا نادي المحلة يشوفوا النادي عامل إزاي ويشوفوا الإمكانيات هناك إزاي ويشوفوا أن أنت تهتم بجمعية عمومية وبأعضاء وبخدمات وبفريق وتحقيق أحلام ناس وصفقات مش قصة كبيرة الحقيقة الحمد لله الحمد لله يعني لفضل ما عند ربنا وكمان زمائلي في مجلس دارة ومشاركين لو من غيرهم دايما بقول إن أنا يعني كنتش عارفت أعمل أي حاجة فالحمد لله قد لنا عند ربنا وبشكر حركة على كلامك داي ربنا وفاك دايما أنا مصطفى يا رب إن شاء الله شكرا لحرك جدا بشكرك شكرا جزيلا مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة بتمنى له إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق وأيضا بتمنى المواند سوليد في غزل المحلة كل التوفيق في الموسم اللي جاي يعني رئيس نادي غزل المحلة الحقيقة كان عنده وعود كتير إن المحلة مش هينزل تاني قال لي مرة كده في مكالمة تليفون قال لي المحلة يعني حيفضل إن شاء الله بإذن الله في الدورة الممتاز واحد الحقيقة من الناس اللي كان لهم دور كبير إن المحلة يصعد في الانتقالات الأخيرة دي فنتمنى لهم إن شاء الله